وصلت وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 472 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 156 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 6 أطنان أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 150 طن أما في مجال قضايا المخابس تم ضبط 722 قضية من بينها 44 قضية خبز ناقص الوزن و46 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجال ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتداول القمح المحلي تم ضبط 6 أطنان أقماح محلية